السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين اليوم سنبدأ في تطبيق امثلة عملية على برنامج فكتور ايو باستخدام بي ال سي من نوع اس 7200 وايضا سنستخدم اثنين ريلي 24 فولت وايضا سويتشات مربوطة على المداخل وهي الريليات مربوطة على المخارج هاي احنا شرحيها كل الدائرة بالتفصيل في كورس بي ال سي المستوى الثاني وشنون نربط هاي المكونات كلها بالتفصيل هسه راح انتقل على برنامج فكتور ايو على مود ابدي اصمم بالمشروع بعد ما فتحت برنامج الفكتور ايو اللي احنا شارحين عنا بالتفصيل في الدرس الاول راح اختار انيو على مود ابدي باضافة مساحة عمل جديدة الفكرة اللي اليوم اللي راح نطبقها في برنامج الفكتور ايو هي عبارة عن الفيديو رقم 16 في كورس بي ال سي المستوى الثاني اللي كانت خاصة بالنواقل خطوط الانتاج يعني عند ثلاث نواقل وايضا استخدمنا ناقلين ومثلناها بشكل محاكات وبشكل عملي في كورس بي ال سي اليوم راح نفذ نفس الدائرة في برنامج الفكتور ايو لان الدائرة جدا مهمة فرح امثلها الكم ايضا توضح المبدع عملها بالتفصيل فرح اجيب ثلاث نواقل النواقل هاي النواقل هي اكو ابو الاربعة وانواع متحددة في البرنامج لكني استخدم هذا فو هو الناقلة الاول هذا الناقل الثاني وهذا الناقل الثاني كلها استخدمت ابو ال 6 متر ايضا مثلا عن ايضا 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 هيا ايضا 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 Beth. إذا هلобще ادلت تحدhof ايضا وايضا ايضا ايضا هذه الجديدة اقام ايضا قني مارينة هذا الناقل الأول تمام يعني بشكل خلاني يكون يعني متراطة مع بعض تمام هذا الناقل الأول هذا ما سأسميه هذا الناقل الأول سأحذف رقم ستة بس سيبقى الـ Conver الأول تمام وهذا هذا الثاني بالنص الثاني تمام هذا الشكل هذا هذا رقم اثنين بس على مدل التوضيح يعني تقدر أنت تغير الاسم أو أي اسم أنت تكتبه هذا الثالث هذا أو الأربعة متر هذا الثالث هذا الثالث تمام فهذا الثلاث نوان هسا أنا وراء ما نطيتها تسمية الفكرة حنا شرحناها شنو الفكرة أنه راح أضيف هذا وبعد شوي راح أضيف مكينة تنتج لفد مواد هنا تمام هاي النواقل من أريدها السيدة أريد أشغل أشغل نفرض الثالث راح يشتغل هذا بها الاتجاه بعدها راح يشتغل هذا راح تشتغل بها الاتجاه أنا شنو أريد؟ لا أريد تشتغل كلها بنفس الوقت أريد يشتغل أول شيء هذا هذا اللي هو آخر يعني رقم واحد وبعدها رقم اثنين وبعدها رقم ثلاثة هاي بالتشغيل بالإطفاء يكون بالعكس أول شيء هذا وراها هذا وراها هذا أوكي هاي الفكرة مالتي أنا ش راح أسوي راح ألغيها من هنا راح أسوي للسيف للبرنامج راح أسوي للسيف للبرنامج ثلاثة اثنين واحد بس على مدل التمييز بس أغير أميز البرنامج أسا ش راح أسوي راح أفتح برنامج المايكرون اللي هو مسؤول على برمجة بي ألسي اس سيفين ميتين إذا عندك بي ألسي اس سيفين ثلاثمية ماكو مشكلة أيضا تبني الكود الخاص بك وهي تقريبا ترى حتى الاس سيفين ثلاثمية تقريبا نفس الكود ماكو أي فرق بيناته تقريبا مية بالمية نفس الكود بس طريقة برمجة التامير شوي تختلف ولا هي نفس الشي أوكي أسا راح أروح أسوي أنطي أوبن أروح أسوي أوبن للبروجيكت اللي مشتغله بالدرس اللي هو كان 16 راح أخلي لك أيضا الرابط مالتا بالوصف أو راح يظهر لك بالأعلى الوصف عفوان البرنامج اللي هو احنا مشتغليه في كورس بي ألسي المستوى الثاني على مودي يكون واضح إليك من الصفر فرح أفتح اللي اشتغلت هذا لكن قبل ما أفتح اللي احمل المكتغل على بي ألسي اشتغل راح اروح أسوي sample table لا أحنا عرفنا أنه بي ألسي إذا رحينا أربط طهوية الاسوين الميتين لازم أسوي sample table بروح sample table هو راح يكون لكيو زيرو دوت الزيرو تمام وكيو زيرو دوت وين تمام والكيو نقل الأول نقل الثاني ناقل الثالث. اروح على الو. هذا الناقل الاول راح اكتبه نفس الاسم. يعني اخذ كوبي بيست. اوكي. هذا الناقل الاول اللي هو كيو زيرو دو زيرو. وهذا الناقل رقم اثنين. وهذا الناقل رقم ثلاثة. فقط راح اغير العسم. اش راح اصدقى ارجع على البروغرام بلوك. واختار اللي هو الال. على ما يطبق لي يشكوا البروغرام بلوغرام 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 ب كلها بالتفصيل في كورس الفكتر ايو سأسوي داون لود اوكي تمام هسا اكمل تحميل راح اسوي مونيترينج تمام الدائرة شغالة مية بالمية هس شرح اسوي راح اروح افتح برنامج البي سي اكسيز على مود اه اتعامل ويا البي ال سي اس سفن ميتين انتل عندك 300 او 300 محاكمة ومشكلة يعني اهل ما راح تختارها يعني طريقة الربط هس راح اوضح لك ايضا اذا عندك 300 او 1200 محاكمة مشكلة اعطي اوبن اعفوا فايل اللي هو امبورد سامبل واروح افتح البرنامج اللي انا حفظت على سطح المكتب وورا ما سويت السامبل تابل اللي هو هذا هاي بيه تلاتة نواقل اصحى حددهن واسحى بنظيفن هنا بالاسفل تمام هنا اسوي لها تيست من هنا من هاي قاعمة شوف راح تتحول الى قود هي كانت باد سوف راح تحول الى قود ش راح اسوي ما يتحول الى قود يعني معناته انه البرنامج هذا اللي هو البي سي اكسيز الربط بشكل صحيح مية بالمية ويه برنامج المايكروين ش راح اسوي اوقف التيست اوقع وبعدين اروح من سيف من فايل اختار سيف اص واختار البي سي اكسي اكسيز او اي اسم انتتي تحفظه احفظه مجرد انه احفظ الفولدر اللي صار على البي سي اكسيز هذا البي سي اكسيز هو يربط لي المايكروين او السفين ميتين ويه الفكتر ايو عن طريق ال او بي سي كلان داتة تمام ورا ما سويت سيف ارجع سوي اكتف تيست هذا التيست من هنا على موضة تصير هي هي بلا تشوف بس راح يسويها اوكي اش راح اسوي اروح على البرنامج البكتر ايو فايل واروح اختار ادراي بارتز ومنعدة اختار اللي هو او بي سي كلان راح يبحث بعدين اسوي كونفوغريشن واختار من هنا اسفين ميتين واختار انطي بروز اوكي هو اوتماتيكي راح ياخذ ال او بي سي اللي هو ليشه ال او بي سي سيرفر اللي هو مشتغلك على الحائسلة اللي انا مش مشغله على الحاسبة اللي هو هذا اوكي هو راح اربطها قكان فشوفه اسوه شوف ناغلني ناغل الاوان ناغلا الثاني ناغلا الثالي الناقل الاوار سعجيبه وللاوالسابه ناغلا السناني ويه الثاني الثالث ويه الثالث احنا كلها شرحيها بدرس الكورس اللي بكتر ايو اوكي بس انا كملت هس المفروض العمل شغال مئة بالمئة جواب قبل ما اشغل هاي راح احذف على متى الصورة تكون الصورة واضحة في الشكل راح يبين هنا المفروض ايو اللي يشتغل اول شي يشتغل هذا ناقل الاول اول شي راح يشتغل هذا اللي هو اخر واحد على خط الانتاج راح يكون هسا ما ايضا راح اواضح لكم راح اسوي لك كاميرا من هنا كاميرا ويندوز سيف راح يصير الكاميرا الاولى بس على مود اواضح لكم ما ابدأ هذا الثاني تمام هسا جاء تحرك بالدبليو والدي والاس والاي على الكيبورد راح اسوي كاميرا من الاعلى بالشكل تمام من الاعلى هسان ش راح اسوي هاي راح اجيبه هنا على ما بيكون العمل واضح هسا راح اشغل شوف اول ناقل اشتغل هات راح يفرغ شكو مواد عندي حي فرغها للخارج على ما يصير تراكم بالموهد واشتغل ايضا الرلاي هسا راح يشتغل الثاني شوف اشتغل هذا الثاني بعدين راح يشتغل الثالث الثالث عن ما رابط على الرلاي يعني قبل مباشرة لان ما موجود عندي كان الرلاي شوف اسا راح يشتغل هنا اشتغل شوف هذا الاول مشتغل شوف جاي يشتغل الناقل الثاني ايضا مشتغل الثالث ايضا مشتغل شوف هسا بالاطفاء بالاطفاء شوف راح يصير بالاطفاء شوف انتبه لي اا انتبه على هاذا اللي هو ثالث واحد اول شي رح يطفي بالعكس رح يصير للاطفاء من الثالث هذا الاطفاء شوف طفاء الثالث بعد فترة راح يطفى الثاني وهي 10 ثواني انا بحدد او 15 ثاني يمكن 10 ثواني اتوقع طفل ثاني شوف بعدها راح يطفل اول راح صير عملية حكسية اوكي على مدفار راح شك مواد على الناقل يالله يبدي يطفل ماكنة بشكل كامل تمام هسه كملت صحيح 100% هسه راح اوقف والغي هذا على مدفار دائرة راح شي سوي هنا راح اضيف خط انتاج يعني حط يعني شون كأنما تمثيل لماكنة الانتاج فاش راح سوف اروح مني هنا واختار هاللي هو هذي اوكي في الشكل اروح احددها وبعدين اختار حرف اله بالكيبورد ابقى ضغطه هاي الماوس الاي ما شنون ما تحلمني او تختار مني هنا الهوريزنتل اوكي راح يحرك لك يا بها الشكل هذا الهوريزنتل 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 بالعكس راح يكون الحركة مالتا الهوريزنتل اوكي انا ريدي يصير فوق الناقل بالضبط اوكي مية بالمية صحي اوكي بالنقل اختار vertical knob حالما دي شوي يكون اعلى اوكي بشكل تمام مية بالمية شغل هذا ما سوف نفعل اروح انطي save لان انا حافظه هذا البرنامج سوف انطي save اغلق البرنامج اغلقه بعد ما احتاجه اروح على ال PC Access وهم اغلقه واروح على الكود مني هنا من البرامج المفتوح اغلق هذا اللي هو البرنامج المفتوح اللي هو السيماتيك اس 700 هم اغلقه هذا اغلقه اوكي اغلقته وبعدين اروح على برنامج هذا اغلقه كل هين اغلقهم يعني كل البرامج اغلقه لكن اول شي انا متأكد ان احافظها ان انا حفظنا كل شوية قبل شوية حفظناها اروح ارجع افتحها بالعاكس رح اصبح عملية افتح البرنامج اللي انا مش تغلقه اخر شي هاي احنا شرحيها كلها بالتفصيل يعني انت لازم تتابع الكورس بالكامل على متفتهم هاي الحلقة بشكل صحيح اوكي هسان شرح اسوي رح اجيب نورمالي اوبن اتلافه على التوالي اربطهن باش اكي اولا اذا اشتغل عندك الـ Q0.0 و الـ Q0.1 و الـ Q0.2 اوكي يعني الـ 3 نواقع اشتغلت ماذا سوى بها الحالة سوي لتشغيل الـ M0.3 انا وصلت الـ M0.3 هنا M0.4 رح يكون الـ M0.4 اش راح اسميه M0.4 اروح على اللي احنا بكنا نسمي اميتر هناك البرنامج اللي بكتر ارجع افتحها لا يوجد مشكلة افتحها انا بنت اتأكد اخذ نفس الاسم او انت تتكتب اسم يعني من عندك لا يوجد مشكلة اروح على اوبن افتح البرنامج اللي اخذنت اللي هو 1 2 3 3 1 2 هذا ما اسمه من هنا اسمها بالعلى واهم شيء يتأكد لها تلغيها بهذا الشكل يصير على مد يربط عندك البياطسي لان كثير من الاخوة يقول انا عندي الاميتر هذا ما قاعد يعمل يعني اشغل البياطسي واطرفي هو يبقى مشتغل فانت لازم تلغي هذا هذا يعني بها الشكل لازم تلغيها لازم تكون بها الشكل بها الشكل اوكي هاي معناته انه بل سي شغال راح اختار كلمة اميتر انسخة كوبي بيست كوبي كنترل سي وارح على برنامج بكتر ايو واسوي سامبل تابل جديد اسمي اميتر واللي هو ام زيرو دوت فور ارجع على بلوك واختار اللي هو ابلاي اول سامل فطبق لي بهذا الشكل هسا راح اسوي داول لود انتبه لي عليها جدا انتبه لي عليها انها شرحها بالتفصيل واذا انت مو فاهم هذا الكود يعني بشكل صحيح ابقوا اياه لنهاية الفيديو على متفهمة بشكل صحيح راح اشرحها بالتفصيل في نهاية الفيديو واذا انت اذا تريد ايضا تروح التابع الحلقة القابلها ايضا تابعها حفوان حلقة 16 من كورس بيالسي المستوى الثاني ايضا هاشا راح البثال هذا كل بالتفصيل تمام هسا يبدأ يحمل اضع اضع سايف سايت على المكان البرنامج اضع بعدين اذهب اضع بي سي اكسز تمام اذهب هذي تحذف اضع تبقيها انا اريد أن أفضع اضع البرنامج اضع اضع هذي واسحبهن كلهن جوه شو ما تعلمناه بالدروس الماضي اتأكد تمام كلهن جود اوكي يعني كلهن جود يعني هنا بالاسفل شوف لان اسوي الاكتف تيست اشوف كلهن جود يعني اتصل صحيح شرح اصبح اوقف هذا الاكتف تيست وبنعدها اختار واحفظ مكان اي واحد او انت تتحفظ السميه باسم جديد ما حفظ ليش لان انا اتوقع عندي البرنامج مفتوح بسطح البعده مفتوح من هنا سيماتيك اهذا المفروض اغلق قويه السيماتيك اهذا اللي هو السيماتيك اسفين ميتين او بي سي اكسس اغلقه تمام واروح افتح البي سي اكسس من جديد ايضا ما تعلم احنا ايضا شرحناها بالدروس الماضية بالتفصيل يعني هاي بالتفصيل شارحيها بعدين اروح على امبورت سامبول وذلك انا جاي استعجل بالموضوع افتحه تمام بالشكل اكتف تمام صارت جود الغي الاكتف اروح اسوي الى save as اشوف المفروض مية بالمية راح احفظ اي واحد احفظ او اتحفظ ابقاء اسم شوف حفظ اش راح اسوي ارجع اسوي الاكتف تيست كي كان هنا راح يسوي مونيتر اوكي هسا الروبط برنامج البي ال سي ويا او البي ال سي بشكل صحيح ويا هذا اللي هو ال او بي سي سيرفر اش راح اسوي اروح افتح بكتر ايو هذا اروح على درايبارز اوكي بالشكل اختار ال او بي سي وبعدين كونفوغراشن تمام بالشكل تمام شوف ما ربط عندك ليش لان انا جنت فاتحة وبعدين عدلت راح اسوي السيف من هذا الشكل وارجع افتحها من جديد يعني ما يصير انت فاتح البرنامج يسوي ادت اوكي او بي سي راح اسوي درايبارز اوكي او بي سي كلان كونفوغراشن على مود يظهر الكود الجديد هنا اسو بيميتين انطيب راوز على مود تطلع ويها الاميتر يعني الجديد يشوف هي ان ظهرت الاميتر اروح الاميتر اضيف هون احنا اسحبها اوكي اش راح اسوي على مود هنا بالشكل عفوا اختار اكو بي ستو اميت اختار اللي هو هذا الفقط هذا الشكل اللي راح ينتج البوكس والبار تو اميت تقدر تختار انت اي شي هنا اختار هذا اخر شي وهاي الغيهن يعني انت اي شي هاي انواع البوكسات اللي راح تنتجها ماكو اي مشكلة بيها راح اسوي هذا اثنين على مود يكون الوقت بين واحد واحد اطول اوكي هس انا راح اشغل وحشوف شنو راح اقصد من كل شي هس ما راح اشغل راح اشتغل اول شي شكو راح اشتغل هذا انا ارجع شوف اشتغل بشكل اوتماتيكي هم شكل مواد موجودة عندنا راح يتفحها للامان وشغل بعدين يشغل هذا من يشغل هذا يا الله تشتغل الخط الانتر شوف اشتغل بده ينتج مواد شوف بده ينتج مواد بشكل صحيح شوف بشكل صحيح تمام بشكل صحيح بدأت المواد تنتج بشكل صحيح تمام بسحل المواد تكون واضحة لكم شوف بده المواد تنتج بشكل صحيح هسه اذا طفي راح يطفي اول شي هذا وقف خط الانتاج يعني شكو على ما يصير لو انا موقف من ان افرض هذا تمام شو راح يصير راح يصير تراكم اذا واقف هذا بالبداية راح يصير تراكم بالمواد شوف راح يصير تراكم بس انا وقفت اياه اخر واحد على متشكو مواد يفرغها تمام الى هنا شوف اتوقف زين هس انا من اريد اشغل مرة ثانية لربما كانت مواد موجودة على هذا النقل لنفس هذا البوكس اش راح اسوي راح اقول له تجريل راح يشغل لي هذا النقل تمام فرغ لي شكو مواد هناك تمام فرغ لي مواد المواد المتبقية على هذا النقل بعدين يشغل هذا تمام انت هنا تقدر تسوي هذا يعني تايمر بس اني ما سويت تقدر الامتر يعني مرة ما يشتغل الخط الناقل الثالث يشتغل تايمر بثانيتين او ثلاثة على مود بعدها ينتج يعني يوقف تبدل عفوا المكينة بالانتاج لكن شوف على ما ما صدرها الخطأ لكن هي فقط لتوضيح فكرة هنا هسا راح اطفي شوف طفه هذا بعدين بس اي راح اوضح لكم يا شنون الغي هاي المواد تقدر يشتغلها بس على مود اوضح ما يصير تراكم تمام شوف ما يصير تراكم على خط الانتاج لو انا مثلا ما قف هذا بالبداية فرح هذا يبقى مشتغل راح يجيب المواد وين يخلي هوية المواد اللي موجودة علىنا فرح يصير تراكم اصلا بالمواد في الشكل اوكي ايش راح اسوي هنا سيروح اجيب هذا هذا شنون كأنه ما يسحب لك هاي المواد على ما يصير عملنا مرتب هذا البالنهاي احنا تمام بان نهاية هاي تمام بان نهاية هاي تمام بان نهاية هاذه بشكل راح اشغلها راح خليها مشتغل لان ما ردي اربطها ويفد يعني فد مخرج بالبيض اريد بس انا مريد تكون هاي المواد هنا قبل شوي كانت متراكمة اريد تلغي بس راح اشغل وشوفون شغل الاول يو هذا فرغ شكو عندي مواد اذا عندي مواد راح يفرغ هاي لهذا الاول بعدين راح يشتغل الثاني هذا الثاني راح يشتغل شوف اشتغل واشتغل الرلي تمام ويفرغ شكو مواد ثالث راح يفرغ شغل تمام وشتغل بده الماكينه تنتج انت تقدر مني شتغل الثاني تخلي تايمة اوكي ماكو اي مشكلة بها شوف هذا وظيفة هذا البوكس الاخير اللي يضفنا شيء مفروض هو انزله شوي لكن اتوقع لازم انزل هذا البوكس هذا مفروض انزله بالقاع يصير بالارض شوف هنا شوف السحاب لي كأنه معلومة مايصير تراكم بالموض اوكي هاي الفكرة مالتا ايضا تقدر تربو طوية شنون روبطوية الان اللي هو الانتاج تقدر تربو طوية فد ميموري انترنال وهذا هم ايضا تقدر تربو لكن انا شغلت مباشر من خلال الفورسد على المود يوضح لكم مبدع عمل اذا شوف راح اطفي راح اطفي ووقف الانتاج بدت هاي مشتغل على المود يصفي أو يفرغ المواد اللي موجودة على الناقل فرغها شوف ووقف ليها تمام فرغ لي تمام شوفها اريد اشغل مرة ثانيا من اشغل يعفون من اشغل من هذي سويج راح يشتغل هذا على مد شوكو مادة موجودة راح يفرغ ليها بالبداية وهكذا تمام وهكذا راح اصير عندي العملية ان شاء الله واضحة الدائرة واضحة يعني ما بها اي مشكلة وهاي واضحة كلها واضحة ما بها اي مشكلة ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من الدرس اهم شي تراجع لي الدرس اللي هو القابل العفوان اللي هو مالت البيالسي اللي هو درس الست عشر لان شرحت بالكود بالتفصيل شرحت بالكود بالتفصيل خاص في البيالسي يعني خاص بالبيالسي نعم سوف اشغل درس الست عشر سوف اعمل اعمل البيالسي اللي هو البعيد على مكينة التعب اكل شي سأتلكم يعني البعيد على خط الانتاج البعيد على مكينة اللي تنتيج لي فد انصر معين او مكون معين او مشروب او فد اي شي تنتج لي تمام بهالشكل شوف اصبت عملها مرتاب وشغلها صحيح 100% سوف نفرض الآن بالخط بنص الطريق هنا وصار عندي توقف بالشكل هذا أول ما توقف عندي الخط الأول اللي هو هذا وبعدين سوف يتوقف هذا توقف هذا صارت بالنص هنا يفقدته أحيانا في وقت العمل يصير عندي أطفال من أريد أن أشغل مرة ثانية سوف يفرغ لشكل مواد موجودة بعدها سوف يفرغ لشكل مواد موجودة إذن هذه فكرة من التشغيل المتسلسل والإطفال سيكون بالعكس إذن هذه دائما هذا البروجيكت موجود في المشاريع الإنتاجية بشكل كبير جدا يعني لا يوجد مشروع إنتاجي إذا لا يوجد هذا البروجيكت إن شاء الله واضحة لكم ما سوف أفعله؟ سوف أذهب إلى البرنامج على موجود الذي لا يفهم الكود ما سوف أفعله؟ وقلنا إذا تفهمه بالتفصيل ترجع على الحلقة الـ 16 من كورس الـ PLC المستوى الثاني أول شيء أنا أريد أن أشغل من ضغطة هذا الـ Switch هذا ما سوف يصير عندي؟ هذا هو I0.0 يسوي لي Set للناقل الأول الناقل الأول يهو هذا أيضاً أبقيت لكم هذا الناقل الأول من ضغطة هذا الناقل الأول أنا أريد أن يفرغ مواد موجودة تمام؟ هذا ما سوف أحتاجه الآن بعدها من يشتغل هذا الناقل الأول شيء يشغل لـ Timer من يشغل هذا الـ Timer من يشغل هذا الـ Timer عشر ثواني هاي عرفنا كيف نختار الـ Timer عشر ثواني بعدياً هذا الـ Timer يشغل للناقل الثاني أوكي هذا النقل الثاني أيضاً بعد عشر ثواني ويشغل الـ Timer ويشغل الـ Timer بعد عشر ثواني ويشغل الناقل الثالث هاي بالنسبة للتشغيل شوف أيضاً من يشتغل الناقل الأول يشغل وياه internal memory على مود شي يسويه؟ من يشتغل هذا الـ internal memory يوقف الـ Timer على مودة الـ Timer يخرج من العمل على مودة الـ Timer هاي شرحناها بالتفصيل في كورس الـ Timer في كورس المستوى الثاني بي ألسي المستوى الثاني على الـ Timer شنون أريد أخرج من العمل في الـ VLC على مودة ما يبقى يعد أوكي ونفس الحالة إذا اشتغل الـ Timer الثاني أيضاً راح يشتغل internal memory على مودة الـ Timer عن العمل أوكي وكذلك إذا اشتغل الـ Timer الثالث هذا الناقل الثالث أيضاً راح يفصل عن العمل تمام ما راح يفعل هنا راح يعني من هذا Timer الثالث فصلي هذا حسناً من أريد أفعل هذا الـ Reset الإطفاء من أريد ضغط هذا الـ Switch الإطفاء أول ما يطفي له الثالث هذا اللي يشتغل آخر واحد الطفي لي اللي هو هذا أول ما يطفي له هو مكينة التعبئة الخط الإنتاج حسناً ما يعمل ؟ وقصد وقصد مهم تعمل هاته يعمل ار المهم تعمل تعمل وقصد الـ طوح وقصد إلى المهم ونعط إلى ريسيت للانترنال ميموري اللي هي هذا هذا الست لان انا هذا منطق سيت وهذا الست وهذا 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 على مود يطفيلي المكينة بشكل صحيح يعني يطفيلي الكود بشكل صحيح يصفر ليها شاكو سيت يصفر ليها على مود من اريد اشغل مرة ثانية راح تشتغل من الصفر اما الخط المكينة اللي تنتج المود على مود سويتها كانما ربط توالي اذا اشتغل دائرة يعني كانما اند دائرة اند هاي شرحناها بالالي هي دوار المنطقية اوكي دائرة اند وهذا الشكل لثلاث مداخل اوكي وايضا دائرة اند احنا شارحها بهذا الكورس اللي هو كورس بيالسي المستوى الثاني تمام الا اذا تشتغل ثلاثة راح يشغل لي الايميتر اوكي اوكي هنا الايميتر ما يحتاج ريسيت ليش لان انا مسوي له يعني دائرة تشغيل عادية وليس السيت يعني دالة السيت اوكي ان شاء الله واضح لكم واللي مفاهم ايضا يجعل الحلقة ال 16 من كورس البيالسي المستوى الثاني هاي شارح الكود بالتفصيل خطوة بخطوة ان شاء الله وضحت لكم الفكرة وان شاء الله تستفادون من عيدها طبقوها حتى لو بشكل محاكات على موت تستفادون يعني طبق الكود بدون برنامج الفكتر ايو تستفاد اما اللي عنده بيالسي اس 7 300 يقدر من هنا يعني محاكي ينشتغل مثل تيا بورتال او سيماتيك منيجر يقدر من هنا درايفر ومن هنا يختار البيالسي السيماتيك من هنا ويشغل ماكو اي مشكلة يربط مباشرة بس اهم شي لازم يشغل المحاكي ويعني مختار اللي هو طريقة التوصيل اللي هي مثل ام بي اي و تي سي بي اي بي تمام فتختارها من هنا وبعدين هو راح يربط وهي المحاكي اللي عندك ان شاء الله واضحة لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس على متصلك الفيديوهات الجديدة تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء